سلام عليكم. معكم مصطفى وانقرات مستر بونتيك. الفيديو ده كان يعتبر من الفيديوهات المفاجأة اللي انا كنت سايبها لكم اللي بعد الامتحانات وكمان كنت عايز اثبات دفع من الشركة نفسها بحيث ان انا اقدر اا ديكم يعني الفيديو ده وانا متطمن لكن الفيديو انا متطمن لحد الوقتي من ان الموقع ده مش نصب نهائيا تمام ولكن كان نفس الصراحة فيه اثبات دفع ولكن فعلا بسبب الانتحانات وكده فالموضوع صعب جدا بالنسبة لي. فانا بحث تقول لكم ان فيش اثبات دفع في الفيديو ده. الموقع اسمه بصوا انا مش هقول لك الموقع ده هو بي تي سي. لا الموقع ده سي بي اي وبي تي سي مع بعض. ده او دمج بين البي تي سي والسي بي اي. موقع ممتاز. مش هقول لك اكتر من كده. موقع ممتاز بمعنى الكلمة. هتخوش هنا ع الريوردز هتلاقي بي منت بروف بي منت بروف دي عن اثبات دفع هتلاقي مليون اثبات دفع للناس كلها. ادي اثبات الدفع تمن شي. الموقع بيقولك هنا هو دفع ربعمائة تلية ومانين الف دولار في حياته كلها او في عمر الموقع كله دفع ربعمائة تلية ومانين الف دولار. تمام. عندك هنا بيقول لك ان اه الناس بتدفع او بديستلم ارباحها عن طريق باي بال وفي بايزة وفي سكرل وفي امازون جيفت كارد. وفي كمان بيتكوين للعلم يعني. طيب تمام. انا نبلغ لتصحف في الموقع ده هو واحد دولار على بيبل. واحد دولار بيبل مفاعل وغير مفاعل. ملكوش اي حجة. بيبل مفاعل وغير مفاعل. اعتقد من خمسة دولار او حاجة زي كده. هنشوف كل ده بالتفصيل الرئيسة. قبل ما نبدأ في شرح اي حاجة في الموقع. طبعا دي ادفع للناس. ده بس يوم اربعتشار مايل اللي هو يوم النهاردة. النهاردة بس الناس دي كلها سحبت. ده غير طبعا في يعني ازا ما نشوف اربعة الاربعتلاس سبتمية واحدة سين صفحة. في يعني انت لو ما شتاكتش في موقع ده تبقى غلطان غلطان غلطان. هتقول لي ده افضل ولا دولار ايكم هقول لك الاتنين كويسين. الاتنين كويسين. دولار ايكم بيدفع بشكل كويس جدا والدفع بتاعه سريع. اما موقع ده في حاجة بسيطة كده في الاول اللي لازم تعملها. ان هو هنا بيجيب لك مسلا بندنج اللي هي اللي انت عملتها بندنج. يعني ايه? يعني مش بيدفع لك الفلوس مباشرة. انا مسلا هنا عملت تلات عروض. في عرض بستين سنت. في عرض بستين سنت. وفي عرض بخمسين سنت. تمام? لازم صاحب العرض نفسه يراجع العرض بتاعك. اول ما بيراجع العرض بتاعك بياخد من يوم ليومين. اول ما بيراجع العرض بتاعك بتاخد الفلوس مباشرة. بس انت لازم العرض او الاستطلاع اللي انت تعملي يكون استطلاع حقيقي. يعني معلومات اللي تكتبها مش لازم تكون حقيقية لكن تكون معلومات على اقل تكون عادية. تكون مسلا يعني بيسألك مسلا حاجة في الكورة تكتب له حاجات عليها علاقة بالكورة يعني مش تكتب له حاجة تانية خالص او تكتب اي كلام او اي يعني اي كلام بالكيبورد وخلاص لا ده غلط. ده لان في ناس هي اللي هتشوف في الاستطلاع. مش تمام? فانت لازم تركض او في النقطة دي عشان تعرف تضمن الفلوس اللي انت هتعملها. مش تتعب في الاستطلاع وفي الاخر بتلاقيه مفيش فلوس. عشان بس محدش يجري في الكومنتات ويقول لي ان هو الفلوس ما تحسبش. تمام? قبل بقى ما نبدأ في شرح الموقع ده وشرح العمل على الموقع ده. خش على طول تعمل لايك الفيديو ده. ايوة انزل دي رايز تعمل لايك الفيديو ده. ولو كنت اول مرة تشوف حلقات مستر بونتك ما تبخلش علينا بالضغط على زر سبسكرايب. وتعمل شير الفيديو ده. اهم حاجة شير اصلا الفيديو عشان نوصل لاقبل عد من الناس عشان نعدي بقى ازمة الالفين مشترك دي عزي نوصل تلات الاف مشترك. تمام? اه انا دي نفتح البيبال فتح البيبال عشان اعرفك ان انا فعلت البيبال بتاعي بطريقة تانية حلوة جدا جدا جدا. تقريبا لو لقيت في اقبال على الطريقة دي اسفل الفيديو ده في الكومنتات. فهنزلها على صفحة الفيس بوك بكرة. تمام? اللي هو يوم خمستاشر مايو. فيعني لو عاوز تشوف الطريقة دي ممكن تعمل لايك للصفحاتنا على الفيس بوك وتعمل عشان تقدر تشوف الطريقة. طبعا ده الجروب بتاعنا لو كنت عايش تشترك فيه برضو الجروب ده بالنزل عليها اكتر انا حاجة بنعمل عليه اه اللي هو تبادل اخترارات روابط. يعني حكيتها جدا انت ممكن تخدش تشوف الجروب ده واسفل الفيديو برضو هتلاقي لينك الجروب. ممكن تشترك فيه. لو حابب تشترك فيه عائلة يعني فانت ممكن تشترك في الجروب ده اسفل الفيديو. نرجع عطول بقى لموقع. طيب المواقع اولا هنا في الهوم بيديك هنا لو عايز تعمل والحاجات دي كلها هنا العروض اللي اتقبلت هنا العروض اللي لسه بتتقبل او بيشوفوها او بيراجعوها عشان يقبلوها وتتنقل للموقع تمام? هنا لو عايز تخرج طبعا. طريقة التسجيل في المواقع بسطة جدا طبعا تخش على او هتخش على رابط اسفل الفيديو. عالفاكة لما بتسجل من رابط بتاخد عشرين سنت هدية. تمام? فانا هستيلك رابط اسفل الفيديو. لو مش عايز تسجل على رابط اسفل ممكن تبحث عن اسم المواقع ويتسجل بطريقة عادية جدا. تمام? عشان رابط الريفل هيبقى مختصر. ايش طبعا? طبعا كلوك عارفين مشاكل اليوتيوب والاقرانات عشان كده انا بيختصر الرابط لانا هتلاقي رابطين او رابط واحد اللي سلاقيه مختصر. تمام? حاجة زي كده يعني. المهم نخش على ارنواني بقى والحاجات المهمة جدا بتاعتنا. طيب تمام? هنا بيديك او العروض الغالية او العروض الشعبية. العروض اللي الناس كتير استخدموها. تمام? هنا يعني انا نخش عليها كده دي مهمة جدا. مهمة جدا كمان. يعني من اهم الحاجات اللي ممكن تكسل من افلوت. دي هنا بيديكس بان سنت لو استكملت السيرفري ده. او اللي هو ده الاستطلاع ده. لو ضغطنا على الاستطلاع. تمام? ساعات بيفتح وساعات ما بيفتحش. لو ما فتحش يبقى الاستطلاعات خلصة. لو فتح يبقى خير مباركة ونقدر نكمل الاستطلاع. تمام? هتنتظر بس كده لحد ما الاستطلاع هيفتح معك. زي ما تشايف فتح معنا الاستطلاع. بيسألك هنا بعض الاسئلة اللي بلغني بازية لو فتح جول الكروم ممكن تترجم وتجاوب على اسئلة عادي جدا. اما لو مش فاتح فانت ممكن استخدم طرائة زكية شوية بانك تستخدم الاجابة اللي في النص لو عندك خمس اجابات والاولى لو عندك تلات اجابات او ايجابتين. تمام? انا مس هستخدم الطرائة دي مسلا بالشكل ده. واعمل لكم التين. تمام? هنا انت خلصت العرض بتاعك خلاص تمام? هترجع هنا على طول. على العرض الاولين ده تقول له زي ما نشايف قال لك هنا يعني العرض بتاعك تقبل وراح في عشان يرجعوا العرض بتاعك وبعد كده يرجعوا لك مرة تانية. تمام? العرض ده انا كنت عملته قبل كده ويتاخد عليه خمسين سنت. لكن لازم تقعد خمساشر دقيقة في العرض. يعني تفكر في الاجابات اللي انت بتكتبها او اللي انت هتختارها بتقعد خمساشر دقيقة. تمام? طيب خلينا نكمل على طول. هنا العرض ده او ده بيديك واحد دولار. واحد دولار ده على ايه? على لما انت بتخش على الموقع نفسه اللي هو بتخش عليه وترفع اثبات دفع ليك من الموقع. لما بترفع اثبات دفع بتاخد واحد دولار. والواحد دولار ده يعطبها الاستحب فانت ممكن تسحب الواحد دولار ده مرة تانية. على فكرة جماعة استحب بياخدش منه غير تلات اربعة ساعات واستحب بيجيلك على البيبل لو على البيبل. هنا دي بعض العرض اللي انا اكملتها قبل كده فبيجيبها للمرة تانية عشان لو عايز اعملها مرة تانية. بتقدر تعملها مرة تانية. المهم خلينا عطوا نرجع على او ونشوف العروض باقي العروض. هنا بايد آآ شبه اللي فوق دي بالضبط. وهنا بايد سيرفري بيديك كده آآ عروض يعني تكون فتح الصفحة دي كده وفيها بعض العروض اللي انت بتعملها سهلة جدا بس فلوسها قليلة شوية. هنا برضو نفس الشكل ده بزداب وهنا برضو فيها حاجات زي الاستطلاعات. هنخش عليها كده. بس مش دايما على فكرة بتبقى الحاجات دي كلها مليانة. ساعات بتيت حاجات كده مش موجودة. ساعات بتبقى حاجات موجودة عادي يعني. مش دايما ان الاستطلاعات تكون موجودة ان الموقع ده مشهور جدا على فكرة في بلاد معينة. لكن انا ما اسمعتش عنه في المحطوع العرب كتير ولكن اتناشر. لكن ما اسمعتش عنه كتير قوي. فزا ما نشايف ترتيبه المياه ستا الف وتسعة تلاف. آآ في السعودية فممتاز جدا زي ما نشايف الاستطلاع ما زهرش زي ما انت شايف. عادي يعني. هنا عندك بعض الحاجات التانية اللي انت هتكتشاف في ما استك. هنا طبعا الحاجة المهمة اللي الناس بتدغير عليها. لكن طبعا احنا عارفين ان دي الدفع بتاعها الوليف جدا وصعب جدا. انت هنا بتاخد مثلا واحد سنت آآ في الضغط على اعلان. انت هنا بتاخد اتنين من الف دولار في الضغط على اعلان هنا اتنين من الف هنا واحد من الف. فصعب جدا انك تكسب بشكل كويس او من البيت توكليك. بزيز في الموقع ده يعني. طمام? لكن في موقع معينة يعني متعتبر الموقع ده هو في موقع معينة متخصصة في البيت توكليك. ده فعلا يعني اللي بيكسبك فلوس حلو. طمام? هقول لك انا بقى على حاجة. في الحلقة الجاية والحلقة اللي بعدها نشرح موقع هو الموقع ده ممتاز بشكل كبير جدا. نقلم بقى استحبها اتنين دولار. والسحب بتاعي سالي جدا. وموقع بسيط جدا. وان شاء الله اللي نستفيد من الموقع ده. فلو عايز شوف الموقع دي الحلقات الجاية او عايز شوف الحلقات الجاية ممكن تعمل سترايب للقناة عشان يوصل لك حلقات بعد كده وتعمل زر الجرس ده عشان يوصل لك حلقات ويوصل لك اشعار على الموبايل بتاعك او على القناة بتاعتك او على البروفايل بتاعك في اليوتيوب ويوصل لك الاشعار يعني بان انا نزلت فيديو جديد وعلى طولة تبصلك وتستفيد ان شاء الله بتكون انت من اول الناس اللي استفيد عشان الحاجات دي بتحتاج سرعة. تمام? فلو خلصنا النقطة النقطة دي كلها فهنطول جدا في الفيديو. فالموضوع سهل جدا يا جماعة والموضوع ان شاء الله بسيط وتستفيد كلكم من الموقع ده. طيب ده برضو فيها حاجات تانية ممكن تكسب منها فلوس الناس اللي راحها ما جربتاش. فمسلا لو دخلنا على دي مسلا ونشوف اللي بيحصل. هنا هنتكلم دلوقتي على حوار النقطة. حوار النقطة جماعة في الموقع ده. الموقعة ده النقطة فيه النقطة بتسوي واحد سنت. هخش هنا really proportionate. هتلاقي هنا بيقول ايه النقطة بتسوي واحد سنت. تمام? انا لو معك بتنقطة بتاخد بواحد دولار. وهنا الواحد دولار زي ما انت شايف بتحول ل200 نقطة. النقطة دي انت ممكن تحولها ممكن تحولها لمعيه في امازون جفت كارد. لو عايز فلوس في امازون ممكن تحولها بالنقط عادي جدا. تمام? تمام. ازاي تكسب النقط دي عن طريق الحاجات دي. هتلاقي برضو فيها حاجات لها علاقة بالنقاط فقط. تمام? ولا حاجات لها علاقة بالفلوس الحقيقية فقط اللي هو السنتات فقط او الدولار فقط. تمام? عندك هنا طبعا دي برضو في حاجة كتير لها علاقة بالنقاط فانت ممكن تكتيش في مواقع ده براحتك مش هاي ستطول اكتر من كده في مواقع ده. هنتكلم مع طول على الريفرال زي ما تقضي عشرين سنت في الريفرال. ويعني لما حدي بيسجل من خيالك هو بياخد عشرين سنت. تاني حاجة في الريفرال برضو انت بتاخد خمسة وعشرين في المية من الاصدقائك او اللي تسجل من خلالك. آآ بيعملو في كل حاجة هو بيعمل انت تاخد منه خمسة وعشرين سنت يعني مسلا عشر دولار انت تاخد اتنين دولار بنص. بتخش هنا على وعلى طول بتخش هنا هتلاقي اللينك بتاعك. لو عايز تخفي كده دي او بتاعك تضغط هنا وبيخفي بتاعك بيخليه ارقام. تمام? تمام. الموضوع بسيط جدا في المواقع ده مش محتاج اي حاجة وموقع سهل جدا وبسيط جدا. فاتمنى الفيديو لايك للفيديو ده بالفيديو كارناه هتلاقي تسجيل في المواقع ده اسف الفيديو وبجد اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. كان معكم مصطفى القراط مسلا اوتى كي ا accidentة ارقائك لايك للفيديوhir با كده. كان معكم مصطفى القراط مسلا باخدراك. شوفكم شيفت الفيديو اريكczeنش speakers اشتركوا في القناة